560 قتيل سقطوا منذ انطلاق التظاهرات في العراق منذ عام بعضهم من المحتجين وآخرون من أفراد الأمر هذه الأرقام أعلنتها الحكومة العراقية ورغم تعهد رئيسها الحالي مصطفى الكاظمي بالتحقيق في مقتل وسجن مئات المتظاهرين إلا أنه لم يتم تقديم الجنات للعدالة حتى الآن المحتجون يتهمون قوات مكافحة الشغب وحفظ الأمر بجانب الميليشيات بالوقوف وراء قتل المتظاهرين والناشطين لذلك يطالب المتظاهرون بمحاسبة قتلة المتظاهرين ومنع إفلات المجرمين على رأسهم بحسبهم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ومن نفذ أوامر القتل المحتجين العراقيين العراقيون لهم مطالب أخرى هي تفعيل قانون الأحزاب وإصدار قرارات حازمة بحق مخالفه بما يضمن عدم مشاركة أي حزب يملك جناحا مسلحا في الانتخابات حصر السلاح بيد الدولة وحل كل الميليشيات تعديل قانون الانتخابات بما يتناسب مع طموحات الشارع العراقي ومنع تأثير أي كتلة سياسية اختيار مفوضية انتخابات مستقلة وفق آلية وطنية بعيدا عن تدخلات الأحزاب السياسية ومحاسبة المفوضية السابقة بسبب تهم تزوير واحتماد البطاقة البيومترية وتطبيق الدائرة الانتخابية الموحدة منع التدخلات الأجنبية في الأداء الوطني للدولة والقوى العاملة في إطارها وكذلك من المطالب وعالجة الواقع المعيشي وإطلاق استراتيجية لإعادة الإعمار وتفعيل الاستثمار إلغاء المحاصصة وإتمام الإحصاء السكاني وإبعاد المال السياسي وتفعيل القانون من أين لك هذا؟ إطلاق صراح المحتقلين وضمان تطبيق أو منع الأحكام التعسفية بحق المنتفدين وإيقاف الملاحقات القانونية ترجمة نانسي قنقر